أنا قاعدة أشوف الأهنية العراقية بالعدد التنازلي حالياً هتصريح خطير؟ أيو والله ليش؟ نحجي بصراحة أنا معاناتي هسة كملحم معاناتي الأولى والأخيرة هي الكلام الكلام كل شي نقال بالحب وكل شي نقال بالخيانة وكل شي نقال بالقهر وبالضيم وبالمعرف إيش وهذن الأشياء كل شي نقال يعني نقال أنه نكتب وتغنى أنا أفتقر حالياً أفتقر حالياً للكلام أدنا مشكلة بالكلام جداً كبيرة بكتاب الأغنية قصرة النائية نعم إحنا 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 قلتيلي أنت قلتيلي إحنا اكتسحنا نعم اكتسحنا الموضوع اللي بالوطن العربي كأغنية عراقية اكتسحنا كل شي إحنا وأخذنا كل شي وانتشرنا وبدأت كل الجنسيات العربية تريد تغني عراقياً من المطربين النجوم الكلاس أي وانتي نازل حتى حتى نجوم العربي من يريدون يجددون خليقون نجوميتهم نجوميتهم يجدون عراقي طبعاً ما عندي كلام هذا ما عندي كلام؟ ما عندي كلام ما عندي كلام عندي كمية ألحان يعني كل شو هاية من هذا المطرب؟ كثيراً المطرب قد طلع دويتو والفنانة.. يعني واحد من المطربين العراقيين المهم المشكلة المشكلة وين؟ المشكلة أنه أنت اليوم اجي احشي ويا الشاعر. الشاعر ممركز. الشاعر الثاني ممركز. الثالث ممركز. الرابع ممركز. لكن نفس الشعراء قاعد ينزل لهم شغل قاعد اشوفه بالعراق. لكن كلام عادي كلش عادي. يدخلون علي الشعراء بلا نستقرام. يعني احنا. هاي نقطة. من اقول لك بدت بالعدة التنازلي. شنو قصدي احنا مو بنفس الباور اللي دخلنا بي للوطن العراق. خور الكلمات. خور كلمات. مو اللحن. لا لا لا. اللحن خير موضوع. اللحن هاي ثيمة تطلع عند اي فنان كملحن. او يقدر يلحن. هاي ثيمة لحنية تطلع جملة حلوة تركبين عليها. كلام حلو صارت اغنية جنن. اما انتي عندك لحني جنن وكلام محلو مراح تسوين شيء ابدا. الكلام قتلك هي الطلقة الاولى. المؤثرة. اشتركوا في القناة